اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي الجديدة للأعوام الفين واثنين وعشرين الفين واربع وعشرين وقال سموة اعتمدنا اليوم استراتيجية محاكم مركز دبي المالي العالمي لثلاث أعوام القادمة منظومة جديدة ومتكاملة توظف القدرات والتقنية الحديثة في دعم القضاء وتسوية المنازعات بما يدعم تعزيز ريادة دبي ومكانتها كوجهة عالمية لأنشطة المال والأعمال واضاف سبوة ستركز محاكم مركز دبي المالي العالمي على تنفيذ مشاريع ومبادرات قائمة على التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعاملاتها وإجراءاتها وانشاء شبكة قضائية ومحكمة دولية للاقتصاد الرقمي ودوائر متخصصة في الملكية الفكرية ومحاكم افتراضية واخرى لتقنيات البلوكتيشن الهدف ترسيخ عدالة ناجزة عالمية ومواكبة التطورات